سوف نضع سعادة من فريق سمارت سوف نتحدث عن الترانسليت في الترانسليت سوف يكون هناك جمل و سوف نقوم بعملها ترانسليت للمسيط في هذه الجمل يجب أن يكون هناك كلمات معينة سوف أضعها و أضعها من العملية أو الابريتر الذي يريدون عليهم هناك عند وأن 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 إذا altre blonde كلمات سوف أضعها أضعها و سوف أضعها الأحوام الابريتر فدل الأحوام الابريتر سوف أضعها هي عبارة عن الـ operator if and only if والـ not هي عبارة عن الـ negation اللي هي الـ not هلأ في هذا السؤال translate the following sentences into propositional logic اللي هو it's below freezing and snowing هلأ هون هاي الجملة الأولى رح أرمزلها بالرمز q وهون عندي الـ operator اللي هي and رح أحط بدالها and والـ snowing هاي الجملة الثانية اللي هي أعطتها الرمز b فرح تصيرين ديها q and b هلأ it's below freezing but it's not snowing هلأ هاي الـ operator عندي إياها اللي هي but رح أحط بدالها and والـ not هون هي عبارة عن الـ negation هاي الجملة الأولى أعطتها الرمز q وهي كل هالجملة الثانية أعطتها الرمز b فرح تصير عندي إياها q and not b هلأ if it's below freezing then it's snowing هلأ هاي الجملة الأولى أعطتها الرمز q رمز b وهي الجملة الثانية أعطتها الرمز q هلأ هون في عندي f بعد الـ f أنا عندي الشرط حيث انه هاي الـ f هي بتمثل الإمبليكيشن والشرط رح يكون بعدها فهون رح تصيرين ديها الجملة p imply q هلأ you will get a speeding ticket if you drive offer 65 mils per hour هلأ هون في عندي الـ f بعد الـ f اللي هي رح يكون عند الشرط رح يكون بعدها هلأ هاي الجملة هي عبارة عن p وهاي الجملة رح أعطيها الرمز q فرح تصير عندي إياها q imply f q imply p هاي بعد الـ f بعد الـ f عندي إياها اللي هو الشرط اللي هو عطتها الرمز q فq imply p هلا you will get a speeding ticket if and only if you drive offer 65 mils per hour هلأ هون في عندي only if only if هي عبارة عن الـ implication وجواب الشرط رح يكون بعدها هاي الجملة الأولى رح أعطيها الرمز p وهاي الجملة الثانية رح أعطيها الرمز q فرح تصير عندي إياها p imply q لأنه بعد الـ only if رح يكون جواب الشرط اللي هو q هلا you will get a speeding ticket if and only if you drive offer 65 mils per hour هلا هون في عندي if and only if هاي الجملة الأولى رح أعطيها الرمز p وهاي الجملة الثانية رح أعطيها الرمز q هلا هون عندي if and only if فهي عبارة عن p if and only if q هلا آخر شي اللي هو whenever you get a speeding ticket you are driving offer 65 mils per hour هلا هون في عندي whenever whenever هي عبارة عن بحيث إن الشرط رح يكون بعدها هلا هاي الجملة الأولى كاملة رح أعطيها الرمز p وهاي الجملة الثانية كاملة رح أعطيها الرمز q فرح تصير عندي إياها p imply q كاملة رح أعطيها الرمز p وفرح تصير عندي إياه p وفرح تصير عندي إياه p